السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد عناوين اقتصادية لنتقل وإياكم إلى تفاصيلها حيث دشنت مؤسسة الموانئ الكويتية المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة تطوير وتأهيل أرصفة ميناء الشويخ بالتعاقد مع شركة هيونداي الكورية وشركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية مشروع إعادة تطوير وتأهيل أرصفة ميناء الشويخ سيستغرق تنفيذه ثلاث سنوات والذي يشكل طول 1330 متر يتضمن ثلاث مراحل أساسية تبدأ من هدمي وإزالة الأرصفة الحالية ثم عملية التجريف والتعميق للأحواط وصولا لغاطس 14.5 متر ثم إعادة إنشاء الأرصفة باستخدام تقنية الكتل الخرسانية وهي المرحلة الأخيرة من المشروع تم بحمد الله تدشين أعمال مشروع تطوير الأرصفة من 1 إلى 7 في ميناء الشويخ تابع لمؤسسة الموالي الكويتية سيتم بناء هذه الأرصفة بطريقة مختلفة عن الوضع الحالي متطورة تستطيع استيعاب السفن التجارية الواردة إلى دولة الكويت والتي تأم ميناء الشويخ مدة المشروع ستكون مدة ثلاث سنوات سيتم فيها إزالة الأرصفة الحالية مع تطوير الحوض الغربي في ميناء الشويخ وبناء أرصفة جديدة هذا المشروع يعد من أحد مشاريع مؤسسة الموالي الكويتية الرئيسية المندرجة تحت خطة التنمية كويت جديدة 2035 والذي سيشمل أعمال الصيانة للحوض الغربي للميناء وصيانة الجزء المعلق من رصيف رقم 8 من شأنه تحقيق تنوعا كبيرا في أنواع السفن التي يستقبلها ميناء الشويخ نحن في مشروع إعادة تهيل الأرصفة 1-7 بالإضافة إلى رصيف 8 في ميناء الشويخ هدف المشروع إعادة تهيل الأرصفة لاستقبال سفن ذات غاطس أكبر حاليا الغاطس 10 متر والمستهدف هو 14.5 متر مدة المشروع 36 شهر واللي هو ما يقارب ثلاث سنوات نحن كفريق المهندسين في مؤسسة الموالي قاعد نتابع سير أعمال المشروع وقاعد يمشي أفضل من المتوقع ويشمل المشروع أيضا زيادة استقبال الميناء لعدد أكبر من السفن على مدار العام مما ينعكس إيجابيا على حركة تبادل البضائع التجارية وذلك تمشيا مع توجيهات وقرارات مجلس الزراء الموقر برفع كفاءة تدفق السلع الغذائية الواردة والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في الدولة حيث سيتم تخصيص الرصيفين رقم 1 و 2 لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فضلا عن تخصيص الرصيف رقم 3 لاستقبال سفن الركاب السياحية نواف شراكي تلزون دولة الكويت